اهلا بكم في قناة مساء الاخبار في الفيديو ده النهاردة هنتكلم عن توقعات لبرج الجوزاء خلال عام 2021 ابتدينا السلسلة بتاعتنا وتكلمنا عن برج الحمل وتكلمنا عن برج الطور والنهاردة دور برج الجوزاء لكن قبل ما نبدأ حابين ننبه ونقول ان دي مجرد توقعات مش تنبؤات وممكن تحصل وممكن ما تحصلش لاني محدش يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى ده اولا ثانية لو انتم مش مشتركين معنا اشتركوا بسرعة ودوسوا على زرار الاشتراك الاحمر الموجود اسفل الفيديو وفعلوا جرس التنبيهات علشان تتابعونا في الجديد اللي بنزله دايما على قناة مساء الاخبار يلا بينا نبدأ مع بعض ونشوف ايه هي توقعاتنا لعام 2021 لبرج الجوزاء من المعروف ان موليد برج الجوزاء من 21 مايو لحد 21 يونيو 21 خمسة لواحد وعشرين ستة عشان في ناس كتير بتسألني عن تاريخ اه توقعاتنا لبرج الجوزاء خلال عام 2021 هتكون على جميع الاصعيدة وهنتكلم عن ابرز الاحداث والمفاجآت اللي بينتظرها مولود برج الجوزاء في عام 2021 وهل هيكون الحظ حليفه ويحقق احلامه كل ده هنعرفه مع بعض اول حاجة توقعاتنا هتكون على اه مقدمة بسيطة عن برج الجوزاء و 2021 يتوقع ان يكون عام 2021 ان شاء الله هتكون فترة مميزة للجوزاء مليئة بالاحداث وهتستمتعوا بشغفكم اكتر هذا العام مقارنة بالفترات اللي اللي فاتت وفي افكار كانت في دماغكم وكنتوا خايفين ان انتوا طلعوها لكن لا هتطلعوها للنور وهو ده وقت رائع لازهار مهارتكم الفكرية والتواصلية وهيساعدكم السنة دي على ادراك امكانياتكم الداخلية وسترتقون روحيا في الوقت الحالي على الرغم من الامور لسه لحد ما دلوقتي صعبة اه ان حكمتكم ومعرفتكم هتساعدكم في مواجهة الامور هتكون مضطرب كما هو الحال دايما لكن العام هيوفر امكانياتها الى الاطلاق تقودكم بطريقة ايجابية ووقت جيد للعودة الاساسيات وتحسين المهارات على الصعيد العاطفي السنة دي هتزداد رومانسية والعواطف كمان هتبتدت تشتعل وهيرشدك كوكب الحب عندكم كوكب المريخ وكوكب الزهرة هما دول كواكب الحب هيرشدوكم في حياتكم العاطفية طول السنة بالنسبة للعزاب هتلاقوا توقم روحكم خلال عام 2021 امل متجاوزين بالفعل او مرتبطين بعلاقة ملتزمة هيشهدوا استقرار وهيصد السلام في حياتكم الزوجية كما هو الحال دايما اعمل على التواصل اه وإلا هيتم اساءة فهمك حاول على طول يبقى في تواصل بينك بين شريك حياتك وتقطعش به او تنشغل عنه علشان ما يتساقش فهمك بانك اه مفضل الشغل والعمل او الحياة اللي برا البيت عن حياتك مع شريكك وممكن الكلام الصريح من القلب للقلب بيزيل كل العوالق اللي ممكن تفسد علاقتكم او جوازكم لما الواحد يسيب شريك حياته من غير ما يتكلمه هيبتدي يفتكر حاجاته ممكن فيه افكار غلط تيجي في دماغه فاحسن حاجة الحديث الصريح بينك وبين شريك حياتك في كل فترة ساعات المشغلات بتاخدنا فحاول تخصص في اليوم حتى لو ربع ساعة تتكلموا مع بعض عن اللي حصل في حياتكم وفي يومكم علشان دايما تكونوا عارفين بعض ما تحسوش ان فيه تجاهل ما بينكم بالنسبة للعازب ده وقت مميز للموعدة والمغازلة والاستمتاع بنعيم الحب ومع كده اوعوا تسعوا وراء المتعة اللي بتكونوا ديتها قصيرة خليك تدور على العلاقات الطويلة ده قد يتسبب اسرارك وحبك للاستقلال في بعض التوترات في حبك او جوازك التسامح والاستسلام من شريكك ممكن يصلح الامور فوقتك الحالي لكن لا تعتقد بانك خاضع علشان بتعمل كده لازم ان الواحد في بعض الاحيان ان هو يمشي الدنيا علشان الدنيا ما تمشيش منه واستخدم السناء دي عشان تعمق علاقتك مع شريك حياتك وما فيش مشكلة لو تفسحته تلعته مغامرة سفرته مش شرطة تسافره برا على اساس مش كل الناس معاها لنها تسافر برا ممكن تعمله مجرد فصحة بسيطة على قد الامكانياتكم كل الحاجات دي لما الواحد بيفصل شوية بيخلي العلاقة ما بينه وبين شريكو بتركزه مع بعض بيبقى احسن والتضحية مش هتأزيك بل للعكس هتقوي روابتك لو في اي مشاكل ما بينكم وممكن تتحول لفترة دي لو انت عندك صداقة مع حد لحب او جوز اما توقعتنا البرج الجوزاء على الصعيد المهني لعام 2021 الحقيقة مفيش تأثيرات كوكبية كبيرة على مجال عملك او مهنتك خلال 2021 وضعك المهني هيكون مستقر وخالي من الاحداث وهتستمر في وضعك الراهن اللي انت ماشي عليه دلوقتي مفيش اي تغيرات كبيرة اه لكن ما تقلقش لكن في شوية ضغوطات هتبقى باقية من السنة 2020 مكملة معاك في 2021 والتوتر اللي تراكم بسبب الضغط ده هيبقى لحد ما موجود في الاول لكن كل ما المدة او كل ما تمشي وتبعد عن 2021 الموضوع والضغط هيبتدي يهدى هياخدك كوكب زوحل لمجالات جديدة من المسئوليات والعمل وهيساعدك كوكب المشترة على تحقيق النجاح في مسعيك خلال السنة اللي جاية اما للناس اللي عايزين يبدلوا شغلهم او يغروا مجال وظيفتهم فمن الافضل ان هما يستخدموا الفترة دي لصالحهم في 2021 وممكن يتسبب كلامك في مشكلة فاخد بالك جدا في كلامك خلال السنة اللي جاية ساعات الواحد بيبقى من صراحته بوقع نفسه في مشاكل الصراحة ما بتنفعش مع كل الناس فاخد بالك كويس جدا من الفاظك وانت بتتكلم مع حد وخصوصا في مجال العمل في مجال العاطفة او مع شريك حياتك ممكن يستحملك لو انت غلط فيه لكن في الشغل مفيش الكلام ده على مدار السنة هيكون عندك دافع انك تحقق المزيد وتبرز افكارك في ساعة نحو الازدهار او النجاح في المستقبل في مجال العمل بالنسبة لتوقعات نالبرج الجوزاء على الصعيد الصحي هيكون عام 2021 فترة كويسة صحيا لمواليد الجوزاء على الرغم من انك كنت حاسس انك مرهق ومتوتر خلال 2020 لكن الى حد ما زمانا قلت الدنيا هتبتدي تهتا وحالتك النفسية والجسدية هتبقى افضل في 2021 بفضل الدعم من كوكب المريخ وهترشدك الكواكب بالالتزام بنظام غذائي متوازن ونظام تمارين صحية مفيش برضو تأثيرات كوكبية كبيرة هتتدخل في صحتك العامة ورفاهيتك للسنة 2021 ممكن تستمتع بفترة راحة وتجدد شبابك بفصحة زي ما انا قلت وحاول انك تختار رياضة جديدة تحب انك تتمارسها وكمان اتوازب عليها حافظ على قيمك الاجتماعية والاخلاقية بحالة ممتازة على الرغم ان زحل ممكن يزعج صحتك من وقت للتاني لكن منعتك الحمد الله هتساعدك في التغلب على اي مرض ممكن تواجهه نظرا لان التوتر والاجهاد اقل ووضوحا ان شاء الله في السنة اللي جاية فده معناه ان حالة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي اللي عادة بيكون عندك ضعيف هيكون السنة دي او السوري يعني ع السنة الجاية هيكون كويس جدا ومع كده حاول ما تقطرش من الاكل الحراء ومن الحكمة ان انت تتناول المزيد من المنتجات الطوزة الفريش بدلا من انت تاخد مواد غزائية مصنعة واستعد انك تتعامل مع بعض المشكلات الطبية الطارقة مش ليك لكن لأفراد اسرتك في بعض الاحياء اما بالنسبة على الصعيد المالي على لعام 2021 لبرج الجوزاء زي ما احنا اتكلمنا وقلنا سنة 2021 ان شاء الله هتكون سنة ممتازة لموليد الجوزاء نظرا لان كوكب المشترف وضع ملائم ده هيمنحك اساس مالي كويس في الوقت الحالي وهيكون لبعض صفقاتك المالية اللي كانت قبل كده ان شاء الله هتبتيجي تشوف مردودها السنة اللي جاية تحركاتك الحزرة هتضمن وجود المال في ايديك على الرغم من احتمال حدوث برضو عقبات شوية مش كل الدنيا بتبقى وردي في بعض الاحيان في مشاكل هناك وعود بتضفك لكتير من الاموال لموليد الجوزاء خلال 21 ما تلجأش لاي اعمال مضاربة او بورصة عليك انك تشتغل وتعتمد على شغلك وما تجذفش بفلوسك في حاجات مش مضمونة او آآ مش آآ ملهاش دمان يخليك في الشغل برغم انه ممكن الحاجات التانية تجيب لك فلوس اكتر لكن من الافضل ان انت تشتغل باديك وتاخد فلوسك من شغلك السنة اللي جاية هو الوقت المناسب انك تبتدي تحصل الفلوس المستحقة ليك من فترة طويلة فقريب ممكن تكون محتاج لها في دخول في مشروع او محتاج لها في مشكلة حد هيقع فيها والفلوس دي هتنجده نصيحنا بقى البرج الجوزاء لعام 2021 لكل الناس اللي بتسمعنا السنة الجاية هي عامل ازدهار للجوزاء هتدخل في علاقات كويسة وهتشك طريق جديد في دايرتك المهنية وما الى ذلك ممكن تتعرض لك كتير من الفرص في طريقك فعليك انك تغتنم هذه الفرص ينصح موليد الجوزاء بالتحل بالصبر واستعبئتهم افهموا مكانتكم في المجتمع المحيط واتخذوا قرارات حكيمة خلال هذه الايام حيث انها الوقت المناسب لاتخاذ بعض الخيارات المهمة في الحياة ولا تمطلوا في الوقت الحالي والله هو اعلم